كم لاعب من قطاع الناشئين موجود في التاسعيلة بالزبط؟ عدد اللعبين قدي؟ بالزبط يا بحمد سؤال مهم جداً. 18 لاعب موجود من قطاع الناشئين في النادي الاني. يعني لو هنستعرضهم مع بعض يا محمد يعني لو الوقت معك يسمح ممكن نستعرضهم نستعرض مراكزهم مجموعة مهمة عندنا أحمد سيد عبد النبي زهير أيمن عندنا إبراهيم السيد أيضا زهير أيمن عندنا محمد شكر طبعا عندنا أحمد السيد بيلعب في خط الوسط المدافع عندنا فهد جمعة رأس حربة مصطفى فوزي رأس حربة عندنا صالح نصر هدف بطولة الجمهورية المسلمين الموسم الماضي وقبل الماضي لعب موليد التسعة وتسعين عندنا حمد عبدالقادر عندنا جلال أحمد بيلعب في مركز خط الوسط المدافع عندنا أحمد نبيل كوك أيضا لعب خط وسط مدافع عندنا اللعب وليد مصطفى جناح حجومي أيصر عندنا يعني أقول لك مجموعة من اللعبة محمد حسام مميدو لعب قلب تفاع فريق الشباب بالنادي الآلي يعني إذا ما بنستعرض يا محمد هي مجموعة مهمة جدا ومجموعة مميزة من اللعبين وأحمد السيد كلهم بتأكيد عناصر وعدة مدافع فاروق صلاح فاروق صلاح مرسل قناة النادي الآلة بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والإضاحات وبصراحة يعني اتكلمت في تفاصيل مهمة جدا وكانت في بعض النقاط غيب عن الجماهير في الفترة الأخيرة عدد اللاعبين المصاعدين من قطاع الناشئين بكرة في ترايماتش مباراة للعدد من القطاع اللاعب يقطاع الناشئين عشان الجهاز الفني يبقى فيه رؤية لهم بالنسبة للمرحلة اللي جاية فان شاء الله بإذن الله تكون خطوات كلها الفترة الجاية استعدادة لمباراة الكأس ثم نهاء إفريقيا تسير على ما يرام أخرج إلى فاصل وبعض الفاصل ترند الأهلي وبعض الأمور اللي كتبت على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة